نرجع للبرايا والزميل نوفل العواملا نوفل وش يمكن نقول بأن لمسة إغذي غناغ بدأت واضحة على المنتخب منذ هذا اللقاء الأول أم علينا كما قلنا قبل لحظات الانتظار لنتعرف على الوجه الحقيقي للأسود بداية من قمة مراكوش يوم ثلاثة المقبل ربما جلال من المبكر أن نتحدث عن لمسة بصمة هيرفيرونار ولكن أقول صراحة أن هناك مميزات كثيرة جدا لهذا المدرب ونجح في أول امتحان بغض النظر عن كل الصعوبات التي واجهته بغض النظر عن الفترة الزمنية التي كانت قصيرة ولكن من مميزات هيرفيرونار أنه صارم وحليم نتحدث عن مدرب يتمتع بشخصية قوية فرضها قبل ذلك على منتخب الكوديفوار فرضها قبل ذلك على منتخب زامبيا المتواضع تمكن من تحقيق الألقاب وبالتالي مدرب يضرب له ألف حساب ولكن في المنتخب الوطني تمكن أيضا من بناء ربما شخصية جديدة للمنتخب لن نقول شخصية البطل من المبكر حين نواجه منتخب من طراز فيلة الكوديفوار أو نيجيريا أو مصر أو الجزائر وننتصر عليهم أداء ونتيجة قد أقول لك بأن الآن هناك بصمة واضحة جدا سنرى ربما جزء من بصمة ولمسة رونار من خلال مباراة الإياب هناك في مراكش يوم الثلاثاء ولكن لديه ميزات كبيرة جدا مر بظروف أكثر من صعبة مع المنتخب قلنا الزمن كان ضيق قلنا أيضا المفاجآت غير السارة التي ألمت بالمنتخب الوطني إصابة بن عطية وأشرف لزعر وكيف تعامل معها كيف وضع الثقة في داكوستا ومنحه شارة العمادة كيف أيضا وظف بشكل جيد رومان سايس وأيضا الكوثري وعبادي كيف منح الثقة لكل عناصر المجموعة كيف تعامل مع اللائحة الرسمية يعني لا أحد كان يعلم من الأسماء التي ستدخل بشكل أساسي لمباراة منتخب الرأس الأخضر كانت هناك توقعات ولكنه فند كل التوقعات أعتقد بشكل شخصي حتى ربما رئيس الجامعة فوزي القجع الذي كان معهم في الفندق لم يكن يعلم من سيدخل لألعاب كأساسي لم يكن هناك تسريبات ربما حتى للطاقم المساعد أو حتى للأعضاء الجامعيين يعني مع المدربين الآخرين ربما كان هذا يسرب وذاك يسرب وبالتالي الصحافة تعرف التشكيل الأساسي لأي مدرب قبل الجميع أو ربما حتى قبل اللاعبين ويتم تسريبه ولكن هذه الصرامة مطلوبة صراحة في عرين أسود الأطلس أيضا من بين الأمور التي تحسب ربما لهيرفي رونار كيف تعامل مع اللاعبين الاحتياطيين شاهدنا بغض النظر كان هناك غضب من زياش أو حتى عتاب صح التعبير والعناق الذي حدث بينه وبين رئيس الجامعة الملكية المغربية وكأنه يواسي وأنك ستكون مطلوب ولكن لم يرد على زياش في أرضية الملعب ولم يرد عليه ربما في غرفة تغيير الملابس بالعكس رد عليه في الندوة الصحفية مام الصحفين وأرسل له رسالة لبقة قال أنت موهوب أنت متميز ولكن سأستفيد منك في لقاءات أخرى قد يكون لقاء العودة في مراكش قد يكون لقاء آخر لا ننسى أيضا أن من بين من جلسوا على مقاعد البودلاء يونس بالهندو ولم يشارك جلس مرابط الذي تعودنا أن نره أساسي مع كل المدربين ودخل وشارك بقتالية وقدم مستوى جيد أي أن هناك قتالية بين لعبي المنتخب الوطني على أن تكون أساسيا مع المنتخب وهذا ما نحتاجه صراحة أن يكون اللعب في بنك البودلاء يود فقط عشر دقائق بحمل القميص الوطني هنا سنحصل على منتخب قوي أشياء كثيرة إذن تحسب لهيرفي رونار حتى في طريقة تواصلة إذا لاحظ مع الجميع في تصريحه قال نحن على رأس المجموعة ليس بفضل هذه الثلاث نقاط بل بفضل ست نقاط تم الحصول عليها مع المدرب بادوزاكي بالتالي هنا وكأنه يؤكد أن هناك استمرارية للعمل مما بني من طرف بادوزاكي إلى أن وصل اليوم وقاد المنتخب الوطني ومسك زمام الأمور أي أن هذا المدرب الثعلب كما يسمونه ويلقبونه بدأ بشكل جيد وأعطى ربما ملامح عن شخصيته لكل المتداخلين معاه في المنتخب الوطني سواء الطاقم المساعد سواء اللاعبين حتى من باب الدعاء بلا أكثر جلال هناك بعض الأخبار والله أعلم إن كانت صحيحة أم لا هناك من قال بأنه من يأتي متأخرا ربما عن العشاء أو عن حصة تدريبية أو غير ذلك سواء كان من اللاعبين سواء كان من الطاقم المساعد فأنه يتعرض لغرامة مالية من طرف هيرفي رونار يعني هذا الرجل صراحة لديه شخصية متميزة ونتمنى بإذن الله أن نشاهد ولو ملامح من بصمته خلال مباراة الرأس الأخضر هناك في مراكش وأن نشاهد أيضا احتفالية وأن تلبي الجماهير الدعوة لأنه دعاها في تصريح صحفي الميديا أنتفي لكي تكون حاضرة في المدرجات وتدعم هو يعشق ذلك الشو الذي يكون في المدرجات الأجواء الاحتفالية لكي يقدم اللاعبين أطباق كروية مميزة وهو من قال لهم أن الموهبة والتقنيات والفنيات لا تنفعكم في القارة السمراء بقدر ما ينفعكم القتالية ربما اقتبس أيضا من بيب جورديون لحين تحدث مع رفاق المهدي بن عطية في مباراة اليوفي الشهيرة في دور الأبطال وكيف دخل النادي البافاري وقال بالطاولة على رفاق مراتة وتمكن من تحقيق التأهل للدور نصف النهاية كل التوفيق للمنتخب الوطني الجلال وبالتأكيد سأكون مع الزميل فيصل أبروش في مواصلة للتغطية ابتداء من يوم غد من مدينة مراكوش الحمراء بإذن الله شكرا جزيلا لك